السلام عليكم اكتشف مصيبة كبرى بعد زواجهما بأسبوع فشاهد ماذا فعل الزوج كان حسان شابا طموحا منذ صغره وقد حرص على احراز النجاح والتفوق في كل سنوات دراسته لكنه عندما انهى دراسته الجامعية سافر الى امريكا لاكمال دراسته والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولم يعود الى بلده الرياضي بالسعودية الا بعد ضحق النجاح الباهر الذي اسعد كافة اهله وعشيرته ولكن بعدما عاد حاملا معه شهادته المكللة بالنجاح فاتحته امه برغبتها في تزويجه ورؤية اولاده فلم يعد هناك ما يستحق تأجيل حلم امه ورحبت كل الاسرة برغبة الام ووافق حسان على اختيار عروس من احد القبائل المشهورة بتمسكها بالعادات والتقاليد واخبرته اخته سعاد انها ترشح لهم صديقتها عفاف فهي جميلة جدا وهادئة ولسانها عفوف ولان هذه القبيلة لا تسمح للزوج برؤية زوجته الا بعد الزواج فقد طلب من والدته الذهاب بصحبة اخته سعاد لرؤية العروس وطلب يدها وبالفعل بعد عدة ايام كانت الام قد اتفقت على زيارة اسرة عفاف وخطبتها لحسان ومرت مراسم الخطوبة والزفاف والعريس لم يرى عروسه قط ولكن عندما ذهب حسان مع عروسه الى المنزل وعندما رفع النقاب عن عروسه الجميلة شعر بالصدمة فلم تكن عفاف بتلك الفتات الجميلة التي ظل يحلم بالزواج منها بل كانت سوداء وقبيحة الوجهة وبها العديد من التشوهات بالفك والاسنان ولكن حسان قزم غيزه وتركها بالغرفة بمفردها ونام في غرفة اخرى وظل حسان طوال الليل يتساءل لما فعلت به امه ذلك ولماذا اختارت له تلك الفتات القبيحة وهو فتاها المطيع الذي لم يعصي لها امرا قط ولكن بعد اسبوع من الزواج ذهبت الام لتبارك لابنها على الزواج فكانت المفاجأة فهذه ليست عفاف التي خطبتها لابنها بل هذه اخت العروس وان اسمها رباب وتفاجأ حسان من كلام ولدته وقام بعمل محضر بالواقعة يتهم اهل العروس بمخادعته وتزويجه باخرى غير عروسه وفي النهاية طالبهم برد المهر شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به وكذلك الاشتراك بالقناة شكرا لكم على قناة الفيديو شكرا لكم على قناة الفيديو شكرا لكم على قناة الفيديو